وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية ضجت في حملات التحريض ضد أبناء شعبنا على لسان الشخصيات السياسية المؤثرة ومتخذي القرارات حيث تطرق التحريض إلى الاجتباكات الواقعة بين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى والتحريض ضد أبناء شعبنا والتشجيع على الاستيطان كتب عضو الكنيسة عن حزب الليكود نير بركات بمنشور تحريضي وعنصري يدعو فيه إلى قتل أبناء شعبنا على فيسبوك أنا أطالب الحكومة بالتبني العاجل لمقترح القانون الذي قدمته والسماح لكل مقاتل أن يحصل على رخصة حيازة سلاح يضرب الإرهاب بشوارع إسرائيل وخرجوا الوحدات القتالية هم الذين بإمكانهم الدفاع عن مواطني إسرائيل وقتلوا كل مخرب على الفور كما كتب عضو الكنيسة عن حزب الليكود دافد إمسال بمنشور تحريضي ضد أبناء شعبنا على فيسبوك شعب يقدس الفرح والحياة أمام شعب يقدس الخراب والموت هذا واقع حياتنا الصعبة ولكنهم لن يكسرون أبدا كما كتبت وزيرة الداخلية عن حزب يمين أييل تشيكيد بمنشور على تويتر أبارك اجتماع مجلس التخطيط الأعلى قبيل بناء أربعة آلاف وحدة استيطانية يشمل مستوطنة متساب داني المهم بالنسبة لي بشكل خاص أرافق هذه المستوطنة منذ سنوات طويلة البناء في يهود والسامرة هو أمر أساسي مطلوب ومفهوم ضمنيا